الاول صدمة تجيني من اللي سيجيبو لي الحسابات السنوية ديال سبعة وتسعين اللي خصاة تخرج قبله نهار واحد وثلاثين مارس كان السي الزاهدي كان السي الزاهدي وحقيقة حلات نزلت عليها شاعمار على الرأس بنكا كان عندها واحد الخاصص مهويل مهويل بكل المعنى الكريم عملت وثقا صفتها لجلالة الملك اخبره بالحالة واقترح عليه واحد الخطة اللي غدا تستمر السنين بس نخرج من هاد الحالة جاني الارض ديالجلالة الملك تقريبا في نفس اليوم على انه توكل على الله نواصل حوارنا معك الأستد سوهيل عبد الواحد حكيتي انه عن الظروف اللي تم تعيينك فيها كرئيس مدير عام القرض العقاري والسياحي انت من أسرة عمالية بسيطة وقد أصبحت اليوم من الموظفين السميل الدولة المغربية سير هاد النجاح اولا في الاول انا ماشي حالة فريدة لا تجي تقلب على الحالات اللي كتشبه لي ستزيد تزيد الالف هذاك الوقت بالمئة واحد العدد ديال الناس اللي صبحهم مسؤولين كبار في البلاد اللي هما من تقريبا من نفس الاوساط اللي انا جيت منها لان انا ديال كان الوقت كان السلم ديال الارتقاء الاجتماعي نسبيا مارين رغمان نظام السياسي ديال البلاد اللي كل مؤخرة اللي كانت تكون عنه وكن كان كانت القلة ديال الناس اذا كان يمكن لك تدعب وتدعب درعك وتدعب كتفك تبارك الله الموظف البنك المغرب شكوك دخلوا لهالناس اللي كانوا معايا المفتشية ديال الوزارات المالية كذلك احد العدد ديال الاصدقاء ديال اللي هما ترقاوا له في مناصب كبيرة وكل كل مناطق ديال الحياة بما فيها القطع الخاص بما فيها القطع الخاص معايا عدد ديال القرى ومعايا في المدرسة المتدائية والتنوية يعني حالتهم كانوا معدامين يتماعا الأب والأم واللي واللي يصبحوا أطور بالدشن هما في وصل الملادين أنا لست حالة فريدة شاءت الظروف أن نتكلف بهذا المهم ما حكيت لك فش من الظروف إذن عندما استقبلك الحسن الثاني ماذا قال لك قال لي تكلم مع الناس كاملين اللي يستقبلهم لكل واحد كانت عنده كلمة له ومن اللي يوصل قال لي السفلان عينتك مشيحي حيث كان تنوب حيث انت قيادي في البي بي اس ولكن لأنك مهني والكل يشهدوا لك بالكفاءة والاستقام أول مرة هادي يستقبلك فيها الحسن الثاني لا لكن تتلقيت به في جوز ديال المناسبات المناسبة الأولى استقبل الديوان السياسي ديال حزب التقدم والاشتراكية سنة 93 استقبلوه في المكتب دياله في الديوان الملكي وتقريبا شي ساعتين اللي استمر النقاش معه في في ما بينوه أساسنو بين الرافق عليه يعطاه وإحنا كنا حاضرين طبيعا الحال كان كانت أول أول مناسبة كان نشوف فيها الحسن الثاني كيتكلم براحبة صدره بحرية وتنشوف العمق ديال 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 وفي المرة الثانية نمشينا نعزيه في وفاة الرافق عليه كذلك استقبلنا ثم ما من نهار استقبلني ديال نعود لتجربتك وانت رئيس مدير عامل هاد المؤسسة المالية الكبيرة تتكلم معي أثار معي الحالة اللي موجودة عليها وما كان منتظرا مني فأنا مشيت بهذه الفكرة ديال إنه هناك مؤسسة بنكية كانت عرفت صعوبات كبيرة خصوصا إنه بعد الضهور القطاع ديال السياحة وهي كانت مستثمرة بزاة في القطاع السياحي وكانت عندها صعوبات ديال توازنة مالية إذن مشيت على أساس أنه خص الإصلاح ديال هذيك المؤسسة وكان هذا هو في الكلام اللي قال لي جلالة الملك في هذا هذي اللي المنتظر منك أنك في أحسرع وقت ممكن تساعد المكانة ديالها هذي البنكة واللي وتقوم بذورها إلى آخر من اللي مشيت طبيعة الحال تعيين كانت فيفري آلف وتسعمية وتمانية وتسعين الأول صدمة غدا تجيني من اللي آآ غادي جيبوا لي الحسابات السنوية ديال سبعة وتسعين اللي خستت تخرج قبله نهار واحد وثلاثين مارس فيها البلان ديال الموازنة ديال البنكة أنا طبعا بحكم معرفتي بالقطاع البنكي اللي جا عندي جا عندي المدير العام جاب لي هذيك باش ننضيها سولتو قلت له واش هاد الحسابات اللي درتو واش رعيتو فيها القواعد الاحترازية للي البنكة المغربية وهذيك القواعد الاحترازية باش نفسرها بسرعة كتقولك بانه الى واحد الزبون ما خلصكش وتعطل في الخلاص واحد لمدة زمانية خصك تعملو من بين الزبناء اللي دخلو في الشك وخصك تقدير واحد الماء نعين الى ما عندكش الضمانات الكافية والتالى عندك الضمانات تترقب على انه يمكن يقع في صعوبات وانا دك ما يمكنش تترقب على انك ربحتين في الوقت لانه ربما عندك خسارة تنتظرك قلواش هاد القواعد الاحترازية كتديروها ديالبنك المغرب قال لي لا قلواش عندكم ترخيص ديالبنك المغرب قال لي لا ولكن السقاط سي الله حبار الله سي محمد السقاط اللي هو ولي بنك المغرب تي حضر معانا عوضوا في المجلس الادارة قلواش عمروا في المجلس الادارة قال لكم قيتوا بانكم قال لي لا قلواش سمح لها السعر الله كان اسموه عبد الله سعر الله الحمر قلت لها السعر الله غال الله يخليك غالت تعودوا هاد الموازنة غالتتتعملوا فيها لتطبقوا عليها القوانين الاحترازية من المدير السابق كان السي الزايدي كان السي الزايدي وحقيقة يعني حلات نزلت عليها شاعمار على الرأس من بعد من اللي يمساوي ديروا ذاك شي يعني القينا بانه يصعب حتى نصروا هاداك الشي لانه غالتتقع تقع كاريت على على مستوى البلس دي الضرب معناه البنك كان كي يعطي قروض بالضمانات لا تيعطي القروض بالضمانات ولكن لملي هاداك ما تيخلصنيش ما تنعملش بحساب ان هاداك خسارة ممكنة تنو ضع خسين وضع مأونة خسين حيض من الارباح دي ونحترع في المقابل دي داك المبلغ لي مرضليش هاداك الزبون ولا طرف منه حسب لعطاني ضمانات قراءة تنعتبر بان الضمان دي 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 وكان حتى في المقابل دي دي ووصلت على انه البنكة كان عندها واحد الخاصص موهويل موهويل بكل المعنى الكريم انزعجتي على المستوى الشخصي لا ابدا شفت الحزم دي 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 المشكيل واعتبرت على انني ممكن هذا ما بقص موسكيل دي بوحدي ولا موسكيل ماسي غير دي السياس ولا موسكيل دي القطع البنكي ولا موسكيل دي البلاد طبعا عملت وطيقة صفتها جلالة الملك اخبره بالحالة واقترح عليه واحد الخطة اللي غدا تستمر السنين بس نخرزوا من هاد الحالة شنو الخطر اللي كان في هاد الحالة هدي يعني الخطر اللي كان وهو انه واحد النهار ما غنقدروه سحنا كبنكا غادي نكون في إفلاس حالة إفلاس هذا هو يعني باختصار شديد كين الناس حاطين عندهم فلوسنا وحنا مثل فينهم الناس خورين لم تيرضوا مثلين إذن يعني واحد النهار غادي يمكن يوقع مشكل كبير ولي مثل فينا مثل فينا البناك ومثل فينا الناس اللي حاطين لوداء يعني يعني هاد الحالة دي السياس حالة كتقع في العالم كله كيمكن اللي كتقع ولكن أول مرة أزيدوا نفسي أمام هاد هاد الأمر هذا جاني الأرض دي رجل الجماليك تقايبن في نفس اليوم على أنه توكل على الله بدت تنشتغل على على برنامج شكون كان المخاطب دي رجل الجماليك كان أندريا زولي اللي هو اللي صفت له الوثيقة و اللي دو وصلت العين للمكان اللي وصلت للمكان اللي خصت وصل ليه وبعد عايت لي في نفس اليوم قال لي سيدنا تفاجئ بدك شي ولكن تقول لك اللي إنه استمر توكل على الله أنا دك بديت تنشتغل عايت على عضاء المجلس لإدارة و قلت لهم هالحالة شكون المساهمين في البنك المساهمين فيه المساهمين فيه صندوق الإدارة والتدبير وهذا كيخدم بالفلوس ديالنس 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 من العمومي البنك البنك الشعبي البنك بنك المغرب شركات ديال التأمين وهو موجود في البورصة المساهمين اللي كيدين في البورصة واللي الناس كيتسنوا ياخدوا الديفيدان وفي الوقت فيه خوص 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 ما البورصة لالناس لي شري الأسهم في البورصة لأن الشركة كنت كنت في البورصة ديال القيام ديال الضرب وكي يمكن أي واحد يشري الأسهم ديال السياس دبق يمكن تشري ها لأن الحلم زيانة زيانة الحمد لله لأن عملنا الخطاء معه وطلبت الدعم ديال الدولة طلبت الدعم ديال الدولة وكانت نقاش معه وصلات للسي عبد الرحمن اليوسفي وديزار بيتراج يعني يطل وصرحه شنو كان رأيهما فتح الله والعلو وعبد الرحمن اليوسفي ما كانش رأي آخر وإلا نعتقه أمامك واحد الحالة ديال واحد الكي احتضم ويقدر يموت خسك تعطقه يعني خسك تعطيه الأدوية اللي خسك تعطيه ترضي صحته وخسك تعاودي برغبح الفلوس وخسك تعطيه عن الناس اللي ما تيخلصوش وخس يعني تجري على فلوس كله عند الناس وتتح قل السي ما عبد الرحمن اليوسفي عبد الرحمن اليوسفي كان عايت لي الاجتماع جينالو كان حاضر فيه واحد العدد ديال ديال الوزراء انهم وزير السياحة هنا داك وصي فتح الله والعلو وصي احمد الحليمي دي كان تقريبا هو رقمجوج في الحكومة وشتاغلنا على بعد غيرنا نتنقشه نتنقشنا طبعا كانت اراءة اختلفة انا كنت شوية يعني مصمم على انه كان شيء اللي خص هالدر وزير السياحة كانت يدافع على اننا موالي اللوطي لا تشكو عليه من اللي ما خصنا شيء حسن صباري ومن بعد جا جا السياحة عبد الرحمن جا خلط علينا وفين وصلتوا قالوا ها ما تي يقول فلان ها ما تي ها ما كيتقال بالنسبة واشنو رأيك السياحة قال لي هم وزي سابق كان اقل الجملة قال لي هم بالفرنسية ان فغا سكو دي البرزيدان سوهيل ده غاد نعملو ده كشي اللي قال سوهيل انا ماشي حزبي انا رئيس مودين عام سمني جلالة الماليك وقال لي عطقها دي البنكة يعني كيفاش خصين عطقها يدان بتيتي في الخطة الخطة بتلخيص طلبنا الرسمالة طلبنا من المساهمين يعطوه الفلوس يردو الفلوس عن طريق رفع راس المال لدينا راس المال كلنا كلنا فيه شي بركة من ذاك الخسرة وطلبنا من الدولة تعطينا مليار ديال درهم اللي يعطوه المساهمين وطلبنا من الدولة سلفوا مليار وخمسمية بالضمانة ديالها من السوق المالية الدولية من السوق المالية الوطنية يعني منهم طلبنا من البناء ومن هذك بالضمانة ديال الدولة هي جوج دولة ونص اللي جات من كموساعدة وكانت مهمة طلبنا باش الوزارة ديال العدل تعطي تعليمات باش الملفات كترك انفص المحاكم يلقوا لها حليناها كانوا الملاير عند الوطيلات واحد الحلاب ثم كانت كذلك بعض الصعوبات مع بعض المنعيشين عقارين عوميين وخواص إذن هذو كذلك معهم عمال اللي هو منتشر وكان علينا أننا وهذا اللي اللي اعتبرتو أنا مهم أننا منوقفوش تنميات البنكة نطوروها وباللي بتنميات البنكة ديال القرد العقار هذي ممكن ينربحو الفلوس ونرجعو لأصل ديال العمال ديالنا وهو نسلفو الخواص لأن اللي سلفته باشي بني دارو تيموت ويخلصك ما بغيكش ديالي الدار ديالو ما اللي عطته باشي بني وطيل إلى وحلي يخلي لك الوطيل وحلف عنك واش هذا رجع للصعوبات أو نوع من التراخي والتسهول كانت أزمة كانت أزمة ما خصي ينكر الإنسان كانت تحرب الخليجي التراتفت السياحة هذا من دوني شك وكذلك البلاد كانت تحرب في الصعوبات في التسعينات عقلتي على السكترة القلبية إذن هذا التراكم هذا معه واحد نوع من الترى كيف معالجة هاتي الأمور ومع أنه واحد نوع اللي احتل يعني ممكن لك تصور حريق الرأس مع وزارة المالية ومع بعض المود ضافين في وزارة المالية سماح أهم الله بس نخرجوا الخطة ولكن خرجها وعليش همكانوا ضد ما شي ضد شكرا المود المود ضافين عندما منطق ديالهم ما شي ما شي هدك اللي مقابل الخبز في الفران هدك عنده النار مباشرة وما دك اللي مقابل غير صندوق تيحسب شحال الدخل وشحال غاد يخرج ولا شحال غاد يخرج كيكون عنده مرتاح نسبي وما عنده نفس الرؤية لنفس المشاكل ولكن الحقيق قال القيت موسى ندا كبيرة من بعض الأطور ديال وزارة المالية فتح الله العلو ماذا تقول عنه كالله رجل كي يسمع بزاف كي يسمع ينصد وكي يسمع الناس كاملين كي يسمع الناس كاملين ولكن كترة ما تيسمع الناس يمكن لو ياخذ وقت قبل ما يتخذ القرار وانا كان عندي الغرض باللي كان مصر كون كندريس جدا لان لان ملكت الأمور ملكت تعصى كي يتخذ القرار عنه كان يعني فتح الله أستاذ جامعي واقتصالي رجل سياسي تدخل في واحد العدد ديال الأشياء وعنده الموض في وزارات الماليارة مش الوزير تحكم فيهم روما تحكم في الوزير الهيومينار الهيومينار الهيومينار